دكتور عصام هنبدأ برنامج من البرامج الهمة جدا جدا والبرنامج ده الحقيقة ما لقلوبنا ان احنا ندخل في الواقع برنامج تطبيقي برنامج عملي برنامج ازاي في كل حلقة نقدر نقدم حاجة للمشاهد وبنقدمها لانفسنا علشان نقدر نتعلم في مدرسة الحياة مدرسة الحياة مدرسة كبيرة وضخمة علشان كده دكتور عصام قبل ما نبدأ في حلقاتنا كلها خلينا النهاردة نبدأ مع بعض نفكر في المدرسة دي لما اقول مدرسة الحياة ولما المشاهد يشاهد هذا البرنامج اللي يتوقعه او نقولها بمعنى اوسع هي المدرسة لو احنا اتعلمنا في سننا الصغير حد ما كبرنا وخلصنا جامعة وعارفين ايه المدرسة لكن لما نتكلم عن مدرسة الحياة نتكلم على شيء يختلف تماما ده صحيح فقولينا كده باختصار حسب ذهنك ايه هي المدرسة المدرسة هي المكان اللي الشخص بيتعلم فيه بساطة اوكي ولما نقول مدرسة الحياة يبقى الحياة كلها مدرسة اصبحت مدرسة ايه في كل مراحلها ايه في كل اماكنها ايه في كل مجالاتها ايه في كل اعمارها اه ويفضل الواحد طول ما هو في الحياة الحياة بالنسبة له مدرسة 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 فهيفضل يتعلم يعني يعني اقدر اقول ان المدرسة دي الكل لازم يدخلها يعني في بلادنا بيقولوا نسبة الغير متعلمين عالية اوي 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 انا بقول ان الناس دول برضو دخلوا مدرسة يعني حسب حسب مفهوم مدرسة الحياة تعود مع واحد ممكن يكون ساقة ممكن يكون ما عرفش فيه ساقين باقيين ولا لأ لكن ممكن يكون اي حاجة الشخص ده دخل المدرسة لان مدرسة الحياة في المكان اللي انا فيه في الوسط اللي انا فيه حتى لو ما كانش دخل المدرسة الفعلية ابتدائي واعدادي وسنوي اه فطول ما هو على الارض وفي الحياة فهو في مدرسة واعتقد ده مفهوم عام عنده كل الناس ان الحياة مدرسة مدرسة مدرسة